فإذا نكرر مرة أخرى الكتاب واضح في الإصطلاحات يولد لنا ولد نعطى ابنا المولود منك يدعى ابن الله ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه أرسل يسوع المسيح ابنه كلمة الله أرسل الله ابنه الكيفية مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني فلاحظ أحبائنا المسلمين بيستخدموا التعبير مش موجودة عند المسيحيين أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين وأمي لا ولا مرة المسيح قال هذه الكلمة وهي بتحداك هالكتاب المقدس موجود لا ترخيا ولا في الحاضر المسيح نعم قال عن نفسه أنه هو الله لكن مش مريم شئتان أحبائي لما يقول الكتاب لم يلد ولم يولد حاش لأي مسيح في كل العالم أن يقول أنه هذا الولادة تزاوج أنه يكون له ولد أو صاحبة أو زوجة هذه الفكرة مرفوضة رفدا تاما بل تعتبر إهاني موجهة مباشرة لأله إهاني مباشرة ليسوع المسيح إهاني لكل المسيحيين ولكنيسة المسيح في كل أنحاء العالم تعتبر إهاني شديدة أنه الله القدوس الطاهر نقول كان عنده زوجة حاشة فإذن أنتوا لازم تفحصوا المعلومات تبعتكم في ضوء يعني أنتوا اللي بتحبوا اعملوا لكن إذا أنت بدك على الأقل قول هكذا يقول المسيحيون أو التفسير كده وكده أو يقول الكتاب عن الآي كده وكده لكن ما تحط معلومات في أفواهنا اللي إحنا ولا مرة نطقنا فيها بل مش بس مرفوضة تعتبر إهاني وخطي موجهة ضد الله فنحن نؤمن أن الله قدوس عيناه أطهر من أن تنظره الشر ونقول أنه الله تزوج حاشة حاشة هذه فكرة مرفوضة من أساسها أنت ابحث أنت فتش وشوف ليه هذه الآية بعدين إحنا لما نقول يسوع ابن الله ما هيش فبركة مسيحية يعني زي ما كمان بتقوله قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله أصلا ولا مرة إحنا قلنا شيء من فبركتنا لو المسيح إنسان وعملنا إله هذا كفر وجحود حاشة لكن إذا الله عاوز يتواصل مع الإنسان وهو القادر على كل شيء يتخذ جسد فإذا هل هذا الشيء مستطاع طبعا لأنه ليس الشيء غير ممكن لدى الله كل شيء مستطاع لدى الله وبعدين اليهود يعني متل بابسموها ديانة التوحيد ولا يعني بصراحة بتزعلوش مني مش موجودة عزير ابن الله ولا في أي كتاب يهودي ولا يعني سألت حتى مفيش مش موجودة فهل أنا مسؤول عن شيء واحد اليهود قالت كده طب وين الدليل وين الإثبات آه طبعا بالنسبة لليهود رح أتكلم إيش مفهوم ابن الله في أيام المسيح لكن فيش ولا واحد مسيحي كلمة عزير ابن الله اليهود بحياتهم اليهود إحنا منعرف رغم يعني عارفين الأضايا السياسية بين الفلسطيني واليهود لكن لما نيجي للكتاب المقدس حقيقة أنه بيأمنوا بالله الواحد ما بيأمنوا فيه في أي فترة قالوا فيه إيش اسمه عزير ابن الله فإذن من وين أجت هاي الفكرة انت ابحث لكن أنا بقول لك بصراحة مش موجودة حتى في الكتابات اليهودية اشتركوا في القناة